المتابعة ينضم إلينا من تونس الكاتب والباحث السياسي بلحسن اليحياوي سيد بلحسن لماذا تتمسك النهضة بيوسف الشاهد؟ هل يأتي ذلك في إطار مناورة سياسية وفقاً لمراقبون؟ يرون أيضاً أنه تمسك مؤقت لحين أن يحسم الرئيس التونسي البلجي قاد السبسي موقفه نعم حركة النهضة في نهاية الأمر هي المستفيد الأكبر سواء من نجاح هذه الحكومة أو غيرها أو من فشل حكومة الشاهد أو غيرها فهي في نهاية الأمر شريك سوري في هذه الحكومة إذا ما نجحت الحكومة في بعض القضايا أو نجحت خاصة في الملف الاقتصادي فهي سوف تكون شريكاً رئيسياً على اعتبار أنها سندت هذه الحكومة في البرلمان وكانت داعمة لأي حكومة وإذا ما فشلت هذه الحكومة سوف تكون حركة النهضة الأمر لم يكن بيدنا كنا فقط مجرد شركاء سوريين نساند هذه الحكومة ونساهد هذه القرارات إذن التمسك بيوسف الشاهد ليس خطاً أحمر وفقاً لبعض القيادين في النهضة إذن لماذا أتمسك إذا لم يكن هناك فرق في الحالتين ليس لحركة النهضة أي خط أحمر فيما يتعلق بمناوراتها السياسية سواء تعلق هذا الأمر بحكومة يوسف الشاهد أو بغيره نعم حركة النهضة اليوم تكون بهذه المناورة فقط لأن نداء تونس بقيادة نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي يريد ذهاب يوسف الشاهد حركة النهضة تكون بمناورة ليس لها مصالح كبرى في بقاء الشاهد من عدمه هي فقط تأخذ هذا الموقف المقابل لموقف نداء تونس والمقابل للموقف المساند لرحيل هذه الحكومة فقط هذه الحكومة أو غيرها أو أي حكومة قادمة سوف تعجز عن حل هذه الملفات الكبرى العالقة وخاصة الملف الاقتصادي وسوف تكون حركة النهضة المستفيدة الأكبر على اعتبار أنها ذهبت في اتجاه الاستقرار قيادة النهضة إلى نوابها بالبرلمان يستطن مخاوف من سيناريوهات ما بعد إقالة الشاهد خصوصا في ظل تضارب مواقف قيادات حزب نداء تونس بشأن مصير رئيس الحكومة نعم في نهاية الأمر يعني مصير أي حكومة بين المفروض في نظام برلماني كنظام التونسي أن يكون بيد مجلس نواب الشعب وهذا المجلس هو الذي يعين الحكومة هو الذي يزكي تعيين الحكومة ورئيس الحكومة وهو الذي يراقب هذه الحكومة ويحاسبها وهو بيده الحل والربط وهو أعلى سلطة في البلاد ما حدث اليوم هو انقلاب على هذا الدستور وانقلاب على هذا النظام السياسي بفضل الوثيقة المزعومة ما يسمى اليوم بوثيقة كارتاج حولت البرلمانيين إلى مجرد ضغط أزرار حولت البرلمانيين إلى مجرد شاهدي زور وليس لديهم أي دور حقيقي نن تذهب حركة النهضة إلى أي مغامرة تجعلها في صراع مباشر وفي على طرفين نقيذ بالنسبة لنداء تونس في ظل حالة الخلافات التي تشق النداء يرجح مراقبون أن بقاء الشاهد أو إقالته يبقى رهن تفاهمات ما بين السفسي والطبوب أمين عام اتحاد الشغل أكثر مما هو رهن موقف أحد الشقين المتناحرين في نداء تونس هل تتفق؟ على عجل نعم ما يحدث من وراء وثيقة قرطاج هو مجرد تقاسم للسلطة ومجرد تقاسم للنفوذ المسألة ليست متعلقة بصالح الدولة وبصالح الحكومة المسألة مجرد تقاسم نفوذ الآن هناك السراع الداخلي داخل نداء تونس وهو سراع قديم انقسم نداء تونس إلى أكثر من طرف وما زال أمامه عدة إمكانية للانقسام أكثر فأكثر من الغريب أن يكون يصف الشاهد من نداء تونس ويكون نداء تونس يريد أن يتيح بيصف الشاهد في حين تريد حركة النهضة أن يستمر يصف الشاهد المسألة مسألة تقاسم نفوذ ومسألة غير دستورية أولا وغير وطنية ثانية شكرا جزيلا لك من تونس حدثتنا الكاتب والبحث السياسي بل حسن اليحياء